بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الماد يقول الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم ذكر سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقة أهل شهر رمضان قد جاء من فضل الله ومن رحمته سبحانه وتبارك وتعالى أدركه من هو على قيد الحياة الآن وتوفي أناس فلم يضركوه ولعلهم يتمنون أن لو أدركوا هذا الشهر العظيم وتوفي أناس فلم يضركوه ولعلهم يتمنون أن لو أدركوا هذا الشهر العظيم الذي يكفر الله عز وجل عن عباده فيهم سيئاتهم لذلك نفرح بنعمة الله سبحانه أن بلغنا هذا الشهر وفيه فضيلة عظيمة جدا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهذه مغفرة فوق مغفرة فوق مغفرة من فضل الله ومن رحمته على عباده المؤمنين يستغل المؤمن هذا الشهر العظيم في العبادة وفي الطاعة ويأخذ منه زادا للتقوى لعامه كله ولعمره كله وهذا الشهر الذي قد جاء بعد انتظار عام كامل يأتي هذا الشهر ولعلنا قبله لم يكن على بالنا الأمر يطارها نعيش لغاية من أبلغ رمضان ولا نموت قبله ورأينا من يموت من شباب وشيوخ وأطفال نساء ورجال فالله عز وجل يحيي ويموت وبيده الخير وهو على كل شيء قدير اختار لنا من فضله أن ندرك ولو هذه الليل من هذا الشهر العظيم لنقوم شيئا من الليل ونسمع كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى ونجلس نزتمع في بيت وبيوت الله سبحانه نسمع كلام الله سبحانه فتحفنا الملائكة وتنزل علينا السكينة وتتغشان الرحمة واذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده فضل عظيم من الله يدعى كل مؤمن يظن أن يضيع شيئا من هذه الأيام ومن هذه الليالي هباء أن يضيعها في لهو في لغو لذلك المؤمن علشان يطلع بزاد من التقوى يحسب على نفسه كل يوم ما الذي عمله في هذا اليوم ما الذي عمله في هذه الليلة أمامك تلاتين يوم وتلاتين ليلة ولعلها تسعة وعشرين فهنا في كل ليلة ساعات الليل يطرى بالنم فيها أدئيه وبنضيع في الله ويولغ فيها أدئيه المؤمن يحافظ على نفسه يحافظ على ثواب هذا الشهر حتى لا يضيع منه يكون للإنسان المؤمن في عقله مذكرة ومفكرة تفكره إن ساعة بتعدي مش هترجعتين ساعة بتعدي مش هترجعتين من هذا الشهر العظيم قيام الليل تقوم الليل فلا تضيع فإن المغفرة التي وعد الله عز وجل بها هي لمن قام الشهر كله لمن قامهم كله فلا تضيع إلا بعزر كذلك أصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه المؤمن يصوم فيحسن الصيام ويقوم فيحسن القيام وينتظر النتيلة والجزاء من الله سبحانه وتبارك وتعالى المؤمن يحاسب نفسه في كل ساعة من الساعات عمل هذه الساعة ما الذي عمله فيها جاء وقت الصلاوات المكتوبات يطرى صلى الصلاة المكتوبة ولا تركها كان في غير رمضان لعله يسهو لعله يلغو لعله يلهو ويضيع منه صلاة أو يؤخر صلاة بعد وقتها يطرى في رمضان حيقدر يواظب على الصلاوات حيث يناد بهن ولا حيبقى في أول رمضان بس الإنسان بواظب وفي آخر رمضان ينسى الإنسان ويبقى ضاع منه السواب العظيم والفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى صلاة المكتوبة في أوقاتها حيث نال بهن في بيت الله سبحانه أداء النوافل الرواتك إذا كان الإنسان ما تعودش عليها حيلا الكثيرين يصلونها ويواظبون عليها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فرصة للتنافس في هذا الشهر يدفع الإنسان ليتنافس في غيره وإنه يوصل لأعلى درجة ويكون يصير على هذه الدرجة على طول إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى ربنا أقول لنا لعلكم تتقون فإذا الإنسان نجح في امتحان التقوى لعل الله عز وجل يثبته على ذلك حتى يتوفاه سبحانه وتبارك وتعالى لذلك لا تضيع جزءا من يومك هباء يكون قيامك ويكون نومك ويكون في راحتك وفي عملك في كل شيء تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى مجرب في هذا الشهر العظيم أن يكون ليلك منهارك كله لله سبحانه وتبارك وتعالى وأنت نائم تحتسب بهذا النوم أنك تقوم تتقوى بهذا النوم على طاعة الله عز وجل وتتقوى على العمل عشان تأكل عيشك وتطعم أطفالك فتكسب حلالا ويرزق الله سبحانه وتبارك وتعالى ويكف بذلك يدك ووجهك أن تبتذل لأحد من خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى السواب اللي الإنسان بيبتغيه في النوافل في المكسف الصروات في المسادد إذا كان الإنسان ما هواش في عمل وعنده وقت فراغ فليكن في بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى ساعة أو ساعات وليحتسب ذلك شيئا من الاعتكاف في بيت الله سبحانه إذا جاء آخر الشهر وقدر على الاعتكاف في بيت الله كان أحسن وأحسن كذلك أداء النوافل الرواتب وغيرها المواظبة على صرات الضحى وكيف أن الله عز وجل يحفظ بأربع ركعات الضحى التي تصليها تصلي ركعتين في أول النهار يكفيك الله عز وجل آخر النهار تصلي أربع ركعات وكان فيها الكفاية وفيها الفضل من الله سبحانه وتبارك وتعالى المحافظة على المكس بعد صلاة الفجر لغاية شروق الشمس ولا تقول الآخر ما بيقومش فلان لا يجلس فيها هنا أنت مسؤول عن نفسك التمس للناس أعزاره فلان عنده عزر وفلان عنده عزر لكن أنا ما عنديش عزر اوعى تضيع منك السواب إذا وجدت جنازة احرص على حضور الجنازة واحرص على الوقوف عند القبر تدعو للميت ما تقولش فلان ما حضرتش مش هحضر مثل فلان فلان لعله عزر ولكن أنت ما عزرك إذا مرض إنسان في نهار رمضان عد هذا المريض واحتسب الأجل لو أنك في يوم من رمضان حضرت صلاة الجمعة وأنت صائم في هذا اليوم وأصليت الفجر في هذا اليوم في بيت الله عز وجل وشهدت جنازة وعدت مريضة كأنك في هذا اليوم من أهل الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دايما الإحسان من الله يكون جزاء لأن تحسن أنت إلى نفسك فأحسن انظر واقتلي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة وهو الأسوة ائتسي به وردك بالليل وبالنهار قراءة القرآن ما تكتفيش أنا بسمع القرآن في صلاة الترويح وكفايا لا اقرأ أنت القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في الحديث لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر يطار لما حتقر بسم الله الرحمن الرحيم عدد الحروف فيها كم حرف فيها الدين للأجر والثواب في هذه الآية فقط كيف بباقي القرآن إذا قرأت وختم تعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المكثة بعد الصلوات في المساجد من الصلاة إلى الصلاة هذه من الكفرات التي يكفر الله عز وجل بها السيئات وإذا صليت الفجر في جماعة وجلست حتى تصلي الضحى في بيت الله عز وجل كان لك أجر حجة وعمرة تامة 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 كأنك لو أعدت كل يوم بعد الفجر في رمضان لغاية الشروع وبعد أن تصلي الضحى ركعتين كأن تلاتين حجة وتلاتين عمرة وأنت هنا في مكانك فضل الله عز وجل عظيم جدا وبرضي نقول إن تنافس أنت وغيرك إذا وجدت غيرك معزورا ما تقولش أنا زي هو حضر أنا حضرت معاه وما حضرش أنا ما حضرت لا ولكن كل إنسان مسؤول عن نفسك إذا جئت بيت الله عز وجل حرصت على أداب بيت الله أنك لا تزعج أحدا لا في الصلاة ولا في رفع الصوت ولا بالكلام ولا باللغو لا تعطل أحدا انشغل بنفسك بطاعة الله ولا تشغل غيرك باللغو وباللهو كذلك حافظ على أذكار أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم إذا كنت قبل ذلك بتكسل فيها أو بتنساها أو بتنشغل احرص في رمضان إنك تواظب في ساعات اليوم على الورد بتاعك من الزكري ومن تراءة القرآن بحيث أن تبقى عادة فإذا انتهى رمضان كانت زادها وأذكار النوم إذا كنت قبل ذلك بتكسل فيها أو بتنساها أو بتنشغل احرص في رمضان إنك تواظب في ساعات اليوم على الورد بتاعك من الزكري ومن تراءة القرآن بحيث أن تبقى عادة فإذا انتهى رمضان كانت زادا للتقوى لك كذلك في رمضان الإنسان المؤمن يحرص على اجتناب العادات السيئة حتى يتعود على ذلك اللي كان بيشرب سجاير ودخل شهر رمضان لعل الله عز وجل يتوب عليه سجاير حرام يا دماع سجاير هذه بتتنقع في الخمر اللي بيشرب السجاير بيشرب حاجة تتنقعت في الخمر بيشربها يؤذي نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم كل ضرر ولا ضرار وحرم علينا كل مسكر وكل مفتر فإذا كان الإنسان اللي بيقع في هذه المعصية دخل عليه رمضان لعله في هذا الشهر يكون وسيل له أن يكف عنها ويقلع بغاية ما ربنا يتوب عليه دائما بعد ذلك الإنسان اللي متعود على أنه يسمع الموسيقى ويتفرج على التمسيليات اوعى أن شهر رمضان جهد والشياطين الجن يصفدهم الله عز وجل جهد الشياطين الإنس يضحكوا عليه بالأغاني والموسيقى والمسلسلات والتمسيليات فتضيع ليالي رمضان في هذا الهراء أو يضحكوا عليك بالفوزير عشان تكسب مليون وتكسب كذا والفوزير بتاعة رمضان تفرج على الأصل عشان يكسب شيء أخذ مالا حراما وتفرج على حرام وضيع أيامه ولا يليه في هذا الشيء المسلم يحرص على ترك العادات السيئة في رمضان مش بس رمضان لا ده رمضان عشان تبقى وسيلة لك بعد ذلك انك اتعودت على ذلك اعتدت الطاعة وبدل حتى يبدل الله عز وجل السيئات حسنات بدل أوقات اللهو واللغو واللهو تبدلها بقراءة القرآن بذكر الله عز وجل بالانشغال بالتفقه في دينك أو بالعمل المسمر اللي يرجع عليك بالخير وعلى أهلك وأولادي برضو الأمر المعروف والنهي عن منكر احرص في رمضان انك توازب على صلاة الجماعة وتأمر أولادك بذلك الله عز وجل يقول أمر أهلك بالصلاة واستبر عليهم لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوة فاستبر على أمر الصلاة أأمر أولادك بها وما تكسلش ما تتركش وإلا يشبون وهم تاركون للصلاة وأنت عليك الإثم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم بالصلاة السبع وضيبوهم عليها لعشر وفرقوا بينه في المضارع احرص على حرمة بيت الله عز وجل ما تجيش تهتم من تجيب العيل اللي عنده سنتين وثلاثة تزعج الناس في الصلاة وتؤذيهم بالصوت والصلاة وبعدين لما يكبر يبقى عنده عشر سنين واثناشر سنة انت تركه بيلعب في الشارع وتقول مش قادر عليه كتير ما نرى من إخواننا هذا الشيء تلاقي ابنه الصغير جايبه لنا وهو صغير يئزينا بي في المسجد يزعجنا بيه يصوت ويصرخ ويئزي وإذا قلت له كده قال غلط اللي بتعب لك ايه دليلك يا أخي هو فالح بس ايه دليلك يا أخي لكن لما يكبر بقى ابنه عنده عشر سنين خمستاشر سأولا تشوفه ويمكن هو رخر بطل يجي في المسجد عشان ما تقومش فين عيالك اللي كان بتجيبهم تؤذين بهم وهم صغار إذنك احرص على المسجد بيت الله تأتي إليه لتمتفع لتدعو لك الملائكة وتستغفر لك لا لتدعو عليك الملائكة وفلان بيؤذي الناس في المسادل فيدعون عليه بإيذائه للناس هنا يعني بعض النصائح اللي ننتهزها في هذه الليلة الأولى من رمضان ما ذكرنا وبرضو الدعوة أنك تدعو إلى الله عز ورلله تدعو الناس تشوف في المفكرة بتاعتك كل يوم دعوتك من إنسان لأن يهجي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس لا ترى من تجي المسجد جدت معك كم واحد يصله كم واحد وصب على كده بعد رمضان وتأخذ أنت أجر هؤلاء قد منم الله عز وجل عليك بذلك استقبال الناس الذين يأتون إلى بيت الله عز وجل هل تستقبلهم بتجهم ولا تستقبلهم بولهم باسم وبترحيب بهم في بيت الله وكثير في رمضان يكون زوار المساجد جداد يقول المرة الأولى العل ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم الواضبون على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صلاة الفريضة في المساجد هذه الدعوة إلى الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة للحسب تماشي في الطريق إذا لقيت شباب تقدر أنك تكلم لك عليهم كنا نكلمهم ودعوهم إلى الله عز وجل دعوهم إلى بيت الله سبحانه إذا لقيت اللي بيقله بحد بمبو ويعمل يزعج الناس أؤمر بالمعروف برفق وأنهى عن المنكر برفق لعل الله عز وجل يهدي على يديه من يشاء يكون لك الأجر العظيم عنده نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكري وحسن عبادته وأن يجعل عملنا كله صالحة له خالصة ولا يجعل لأحده شيئا أقول قولي هذا أستغفر الله الرضي وصل اللهم وصل مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع